في الوقت الذي تعلوه تفات العراقيين في الساحات بإسقاط النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة تحاول الطبقة السياسية الحاكم الالتفاف على مطالب المتظاهرين والإحاءة بأن الأمر حراك ضد حكومة عادل عبد المهدي فقط لثورة شعبية عارمة قدمت مئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى ضد نظام بأكمله أخذ العراق إلى واقع مزري على المستويات كافة النظام المحتل الذي أنشأه الاحتلال الأمريكي يعتمد على مصطلح الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للحكومة وذلك أمر فضفاض يلوى بحسب اتفاق قادة الأحزاب ويضمن عدم تنصيب أي شخصية من خارج الطغمة المسيطرة على العراق أما في التظاهرات فقد دوت كلمة الشعب في الميدان نحن الكتلة الأكبر وعلى جميع الوجه التي ظهرت منذ 2003 الرحيم ومع قرب اتهاء المهلة الدستورية المحددة لاختيار رئيس للحكومة طالب رئيس الجمهورية برهم صالح البرلمان بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للمزراء ليفتح الباب أمام صراع جديد بين شركاء العملية السياسية لتقاسم المناصب مراقبون اعتبر هذه الخطوة تأكيدا جديدا على تعثر التفاهمات بين الكتل والخلافات حول اسم المرشح القادم فضلا عن كون الخطوة محاولة لكسب الوقت والالتفاف على مطالب المتظاهرين الذين يريدون رئيسا للحكومة من رحم ثورة تشرين ومن المتوقع أن يستغرق تحديد اسم الكتلة البرلمانية الأكبر وقتا من الزمن حيث ستتمحور النقاشات فيما إذا كان التحالف سائرون يملك الحق في التنازل عن حقه بترشيح رئيس للحكومة إلى المتظاهرين أو أن هذا التنازل قد يفقيده حق الترشيح لينتقل إلى تحالف الفتح ثاني كتلة في البرلمان وبين الجدل السياسي المتصاعد حول رئاسة الحكومة ورصاص الأجهزة القمعية بوجه المتظاهرين تبرز حقيقة مفادها بأن ساسة العراق الجدد لم يدركوا إلى الآن أن العراقيين قد وصلوا حد التخمة من وعود الإصلاح ومن المهل المعطات للتخدير لذا قالوا كلمتهم ويبدو أنهم مصرون عليها لا شيء سوى إسقاط النظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر